الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون لبدء دراسات انتاج الهايدروجين الاخضر ووزيرة الصحة تعلن مدى فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال حتى غدا موجز لاهم الانباء ويليكم التفاصيل حيث استقل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيس جمهورية غينيا بيساو الرئيس عمر سيسوكو امبالو وشهد اللقاء عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفداء البلدين حيث اشهد الرئيس سيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو من جانبها اكد الرئيس عمر امبالو عن تطلع بلادي المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الاصعدة واكد الرئيس سيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي انه اجرى مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة مع الرئيس امبالو عكست الارادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات واضاف الرئيس سيسي انه تم تناول القضايا الاقليمية التي تهم الطرفين على رأسها موضوع مكافحة الارهاب وملف سد النهضة حيث اوضحت محددات الموقف المصري في اطار مفاوضات سد النهضة مع التأكيد على استمرار حرص مصر على التوصل الى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد بما يراعي عدم الاضرار بدولتي المصب شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والقوات البحرية من جانب وشركة ديميا البلجيكية من جانب اخر للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع انتاج الهايدروجين الاخضر وتصديره من مصر واكد رئيس الوزراء ان التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف الى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيق الطاقة الكهربائية نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بتسريح عدد من العاملين بالجهاز الاداري للدولة تزامنا مع قرار تحقيق ملفاتهم الوظيفية وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والذي شدد على ان المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفية يهدف الى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين ويعدد ملف الالكتروني لكل موظف على حدة حصل معمل تحليل وانتاج الزيوتا الرئيسية التابع لهيئة الامداد القوات المسلحة على شهادة نظام الجودة للادارة طبقا للمواصفات الدولية ايزو تسعة الاف وواحد الفين وخمسة عشر اعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالا زايد عن مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال من عمر يوم الى خمس سنوات بالمجان حتى غدا التي كان من المقرر انتهاؤها امس وذلك بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية